عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة تجمع بريكس والتي نعقدت بروسيا الاتحادية كان الرئيس السيسي شارك في أعمال قمة بريكس وألقى كلمة مصر التي تضمنت تأكيد اعتزاز مصر بمشاركتها الأولى كعضو في تجمع البريكس منذ انضمامها له مطلع العام الجاري على مدار ثلاثة أيام شارك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة تجمع دول بريكس المنعقدة بمدينة قزان بدولة تاتارستان إحدى دول جمهوريات روسيا الاتحادية وهي القمة التي تشهد للمرة الأولى مشاركة مصر كعضو في التجمع منذ انضمامها رسميا له مطلع العام الجاري هذا وقد استعرض السيد الرئيس خلال أعمال القمة رؤية مصر ومواقفها إذا أعدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليا وإقليميا وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسيا واقتصاديا وعلى هامش القمة عقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من اللقاءات مع قادة وزعماء دول العالم الرئيس فلاديمير بوتن رئيس روسيا الاتحادية الرئيس الصيني شي جيمبينغ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس سيريل رامفوزا رئيس جنوب أفريقيا وعقب انتهاء فعاليات القمة غادر السيد الرئيس مطار كازان عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن ترجمة نانسي قنقر